مساء الخير شباب بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة الدخول إلى البيوس وتعديل إعدادات الإقلاع الخاصة بلابتوب اللينوفو V15ADA أو رقم الموديل 82C7 خليكم معنا وأكيد شباب قبل ما نشعل الجهاز وندخل على البيوس عطوني لايك لحتى يزيد انتشار هالفيديو عما تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم اللابتوبات للدخول للبيوس الخاصة بلابتوب اللينوفو اللي بين إيدينا كل ما علينا تشغيل الجهاز ومن ثم بالضغط المتكرر على زر F2 ضغط متكرر أو ضغط ثابت وبعد ما دخلنا على البيوس منلاحظ أنه عندنا الصفحة الأولى اللي فيها مواصفات اللابتوب بشكل عام ورقم الموديل بنتقل عند التبويب الثاني الكونفيجوريشن اللي بيقلبه الساعة والتاريخ والوقت عندي الخيار الخاص بتفعيل وتعطيل الويرلس لان كرت الويرلس المدمج داخل اللابتوب بهذا المكان إما بعمله إينابل وإما ديسابل طبعا أكيد رح خليه بحالة إينابل لأنه أنا بحاجة للويرلس بهذا اللابتوب عندي خيار الAMD التكنولوجي لازم يكون أكيد بحالة الإينابل باقي الخيارات كلها تأكيد خليها بحالة إينابل لتفعيل جميع المميزات اللي بهذا اللابتوب الخيار الأخير System Preference Mode فيك تخليه إما بحالة الوضع المتوازن وإما بوضع الإكستريم اللي هو الأداء العالي جدا لللابتوب وإما بوضع الباتاري سيفينج يعني توفير الطاقة تمام أنا بفضل خليه بالوضع المتوازن عندي تبويب السيكوريتي بداخل هذا المكان فيني حط باسوردات على البيوس أو على الهارد ديسك للإقلاع عندي خيار السيكوريتي بوت لازم يكون بحالة الإينابل في حال تثبيت الويندوز 11 أما أي نظام تشغيل ويندوز آخر كالويندوز 7 أو الويندوز 8 ما عندك أي مشكلة إذا حطيته بحالة الديسابل طبعا أكيد أنا نثبت ويندوز 11 بالتالي أنا بحاجة لأني خليه بحالة إينابل بنتقل عن تبويب البوت واللي بداخله نظام الUEFI أو اللوجيسي ساب بورت أكيد إذا كنت عم بشتغل على نظام الويندوز 10 أو الويندوز 11 أكيد بخليه بحالة الUEFI كنت بدي ثبت الويندوز 7 بخليه بحالة اللوجيسي تمام تطلع لي خيارات إضافية ومنها فيني أختار أنه الUEFI أقلع بالبداية أو اللوجيسي أنا طبعا أكيد رح ثبت ويندوز 11 بالتالي ما لي بحاجة لخيار اللوجيسي كليا وأكيد ما ننسى يا شباب جميع الخيارات الموجودة عندي هون بدي حطها بحالة الإنابل لإقلاع جميع موارد الجهاز وأهم شيء الUSB بوت لازم تكون بحالة الإنابل أما بالنسبة لأدوات الإقلاع اللي عندي إيها فمثلا أنا عندي هاردين ضمن هذا الجهاز واحد NVMe SSD وواحد SATA ميكانيكي فيني حدد أي واحد بيناتون يأقلع كذلك الأمر فيني اختار الUSB أنه تأقلع بالبداية تمام يا شباب إذن فيني بهذا المكان ارفع عن طريق الF6 أو الF5 موارد الإقلاع مثل ما أنا شايفين تمام طبعا أنا حاليا مخلي الWindows Boot Manager هو اللي أقلع بالبداية يعني نظام التشغيل مباشرة يأقلع أول شيء بالتالي بصير عندي سرعة الإقلاع أسرع بنتين عن تبويب الإقزايت واللي بداخله الخروج مع حفظ الإعدادات أو الخيار اللي يبعدل منه الخروج دون حفظ التعديلات كليا عندي الخيار اللي بعد منه عدم الحفظ نهائيا مع البقاء ضمن البيوس أو حفظ جميع الإعدادات مع البقاء ضمن البيوس وأخيرا عندي Load Default Setting اللي هو بيعملي ضبط مصنع لجميع الإعدادات اللي أنا عدلتها وبترجع اللوحة الأم أو البيوس لضبط المصنع وأكيد بتضغط على زر الـ F10 كما هو الحال في جميع اللابتوبات بيعطيني خيار الحفظ مع الخروج هلأ رح أعيد التشغيل ورح نتعرف على طريقة الضغط على زر واحد للحصول على خيارات الإقلاع فيني أخذ خيار الإقلاع عن طريق الفلاشة أو عن طريق الهارد عن طريق الضغط على زر الـ F12 أثناء تشغيل الجهاز لأول مرة إن كان مطفي جهاز أو كنجوات البيوس بمجرد إعادة التشغيل الضغط المتكرر على زر الـ F12 بيعطيني خيارات الإقلاع منلاحظ أن القائمة الخاصة بالإقلاع ظهرت قدامي عندي الـ Windows Boot Manager عندي الـ SSD الـ Kingstone عندي الـ Hard Mechanical وكذلك الأمر عندي الفلاشة التوشيبة تمام؟ فيني أخلى عن طريقه لحتى ثبيت ويندوز تمام شباب؟ إذن بهذا المكان عن طريق الـ F12 بأخذ خيارات الإقلاع مباشرة وبالتالي ما في داعي لأدخل للبيوس لعدل خيارات الإقلاع من داخلها شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية